السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا طلاب الصف الأول والثاني الثانوي قبل امتحان يناير 2022 دي مفاجأة وهدية لكم جميعا إن شاء الله تساعدكم في الامتحان بعد الرجوع سؤال المقال والترجمة كتابة حقيقة هذا أو هذه المقدمة تعتبر ضربة حظ إن شاء الله الموفق اللي يستطيع يكتبها ويحفظها ويستطيع أن يكتبها كويس هتساعده كويس جدا في الامتحان وتعتبر ترجمة في نفس الوقت وترجمة قوية كمان نبدأ مقدمة المقال للصف الأول والثاني الثانوي من سبعين كلمة مناسبة لمعظم الموضوعات في الامتحان تعالوا كده نمسك الجملة الأولى بتقول إيه وعا كده نكتب اسم الموضوع زي ما ييجي وسائل التكنولوجيا وسائل الاتصالات وسائل التواصل الاجتماعي وسائل النقل وهكذا أي موضوع هنروح كتبينه في اسم الموضوع إز إذا كان مفرد أو إذا كان جمع إز رخ يفكلا إز أول موضوع أن تنظر ممتع وإذا كان جمع بسيطة الموضوع إز رخ stand قد أعرف هنروح تاني ونترجم issues and topics in our modern life today الترجمة بتاعتها سهلة وجميلة وتأكد انها مناسبة لمعظم موضوعات في الحقيقة لا يستطيع احد ان ينكر ان هذا الموضوع يعتبر واحدا من اهم واخطر الموضوعات والقضايا في حياتنا الحديث اليوم نمسك الجملة التانية وبرضو نكتب الموضوع مرة تانية ان الموضوع بتاعنا دا اللي هو مثلا سهلة جيدة جدا في حياتنا في الإجابة ومع الملكة ومع الملكة ومع الملكة من وجهة نظري يجب أن نضع في الاعتبار أن هذا الموضوع يلعب دورا حيويا وفعالا في حياة كل واحد ليس فقط في مصر ولكن في كل مكان ودولة في جميع أنحاء العالم وكده المقدمة جميلة جدا ومناسبة لتسعة وتسعين وتسعة من عشرة لأي موضوع سواء كويس باد فيه جود بوينس في باد بوينس وهكذا المهم فيه كمان ان شاء الله انتظروا معنا مجموعة من المزايا برضو مناسبة لأي موضوع ومجموعة من العيوب مناسبة لأي موضوع أو لمعظم الموضوعات والأجمل خاتمة مناسبة لمعظم الموضوعات وبكده نبقى حلينا مشكلة بل مشكلتين اللي هم المقال والترجمة شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر